بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا لحل السؤال الثالث فيما يخص الأكسير الفلو كومبرايسر السؤال الثالث أبو المثال الثالث يقول يقول أن أكسير الكمبرايسر ستيج has the following data يمطيك المعلومات التالية stagnation temperature under pressure at entry 301 bar هذا الـ stagnation temperature والـ stagnation temperature الـ enter يعني 1 فهذا TO 1 degree of reaction دقري أوفر اكشن قيمتها 50% وقلنا 50% هي حالة خاصة من الصير عندي 50% معناتها الزوايا يصير عندي تساوي في بعض الزوايا من الصير عندي degree of reaction 50% يعني عندي الزوايا رح يصير بها عملية عملية تساوي حسن شاء الله نشوفها خلال معرض الحل السؤال يقول mean blade ring diameter قيمة 36 سنتيمتر هذا D mean نحن مو قلنا هذا المن هذا الرنج شنو الرنج؟ رح نرسم فترسم حتى نوضح شنو معنات الرنج هو ما يخص الريشة على اعتبار الريشة نحن بيها مو قلنا ما يوجد رنج ما يوجد رنج ما يوجد رنج ولا يوجد رنج ما يوجد رنج اعتبار لديها مو قلنات وما يوجد رنج تساوي راستيطة 18000 بليد هاي ات انتري ارتفاع الريشة قيم تشغيل 6 سنتيمتر اللي هو الفرق بين الارتب والار هب اير انجلز ات روتاري انتر 25 دلزة اير انجلز زوايا الهواء ات روتار انتري خلال المدخل المنوة خلال المدخل خلال المدخل يعني بالنقطة واحد 25 درجة اكسيال فيلوسيتي يعني سي اي 180 متر على الثانية وورك داون فاكتر اللامدا بوينت ثمانية ثمانية ستيج افشنسي بوينت ثمانية خمسة والميكانيكال افشنسي 96 بوينت سبعة بوينت سبعة شنو افو بوينت سبعة ستة المطاليب اربع اه ست مطاليب عندي لحل السؤال المطلوبات بالسؤال المطلب الاول هو يقول اريد اير انجلز ات ذروتر اند ستيتر اكسيط يريد الزوايا في شنوة يريد الزوايا مالت من اير انجلز ات ذروتر اند ستيتر اكسيط يعني وين في مغادرة الروتر وعنده مغادرة منه وعنده مغادرة الاستيتر يعني يريد بالنقطة اثنين والنقطة ثلاثة بعدين يقول المطلب الثالث يريد الزوايا ايضا هذا اخذناه بالجزء الثاني من شرح الكمبرايسر قانون بها جاهز مجرد تطبيق مباشر المطلب الخامس يقول يقول براجر ريشيو ديفلوبد باي دستيج البراجر ريشيو يعني هي نسبة الضغوط اكيد هي نسبة الضغوط الخارج يعني الثلاثة الى الواحد بعدين يقول ذا ماخ نمبر آت ذروتر انتري ويريد قيمة الماخ نمبر اذا خمس مطاليب ست مطاليب يريد هن من عندي ان شاء الله سنبلش بهن واحدة واحدة نبدي بيمن بالاير انجلز آت ذروتر اند ستيتر اكسيط وصلنا الى السيحة التنحل podemos نقوم بسوف بما انا هنه يريد الزوايا الزوايا معها لا يريد الالفى ويريد البيتة فيما يخص الالفا معناه هي الفا واحد و الفا اثنين والبيتة معناه هي البيتة واحد والبيتة شنوه و البيتة اثنين هذه الزوايا اللى يريدها من عندي بعد شن الى راح ايشتغل عليه دائما بما انا هنه يريدها بال pounds أيضاً يعني بالإكزت مات الستيتر معناته الألفة ثلاثة هس سنعرف الألفة ثلاثة هي تساوي من أيضاً نخليها من ضمن المطالية بالألفة ثلاثة يعني هو قال لي بالإكزت هاي الأنقل أيار أنقلز آت إكزت أوف شنوى أوف استيتر هاي خليها ببالك نجي هسا واحدة واحدة نقول بما إنه مبدئياً مفتاح الحل بما إنه الأي اللي هي degree of reaction degree of reaction إش قد قيمتها خمسين بالمئة مو قلنا إذا خمسين بالمئة degree of reaction تصير البيتا 2 هي نفسها الألفة واحد وتصير عندي شنوى وتصير عندي الألفة 2 هي نفسها البيتا منوى هي نفسها البيتا واحد هاي سابقاً حتشينا عليها وأخذناها بتفاصيل شنوى أخذناها بتفاصيل الحل يعني بتفاصيل الشرح العفو شي قاعدة ثابتة دائماً إحنا شرحناها سابقاً وأكيد هسا في بالكم إنه إحنا مو قلنا اللي يطلع من من الستيتر لازم يعتبر هو نفس 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 اللي يدخل للروتر حتى يبدي استيت جديدة فمعناتها الألفة واحد هي نفسها الألفة شنوى ثلاثة هاي خلي ببالك دائماً هاي ألفة واحد تساوي ألفة ثلاثة لكنه هنانا لأنه 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 قيمتها خمسين بالمئة صارت البيتات اثنين تساوي ألفة واحد وصارت الألفة اثنين تساوي للبيتات واحد أكو في الزاوية من طينيه هش قاللي عليها بالسؤال؟ قاللي عليها Air Angle At Router زاوية الهواء عندها الدخول المن؟ للروتر عندها الدخول للروتر من هو اللي يدخل للروتر؟ الواحد صح لو لا زين هذه الزاوية اللي قال لي عليها قال لي زاوية الهواء لو قال لي زاوية بليد ما طول قال لي زاوية يدخل للريش يدخل للروتر يعني عنده يدخل فمعناتها هو الهواء اللي يدخل فمعناتها هذه الألفة واحد الألفة واحد هي الخمسة وعشرين درجة المعطاعة بالسؤال هذه معطاعة بالسؤال إذن هسا صارت عندي الألفة واحد معلومة واللي هي نفسها شنو البيتة البيت اثنين خلاصت لقدام بقية تحتاج البيت واحد اللي هي نفسها من ايه الالف اثنين لو تجي هاي اكيد من ايه راح نجيبها اكيد من المثلثات صح لو لا لو تجي المن للمثلثات هذا سي واحد هذه الالف او واحد هذه بيت شنو واحد هذه في واحد هذا سي دبليو واحد هذا منو حسنتم اليو هذا الفي دبليو شنو واحد هذا يا مثلث المثلث الاول زين شن معلومات البي طبعا بقالي هذا منو ممتاز هذا هو السي اي واحد اللي هو نفس السي اي متفقين عليه واضح ان شاء الله ان شاء الله واضح زين شنو الربط اللي يربط لي بين الواحد والاثنين حتى ااخذ المعلومة مننا واخذها اوديها ليوين اوديها المن للثاني ايضا يعني اخذ المعلومات الثاني السي اي هو نفسه واليو هو نفسه خلي بالبالك السي اي واليو نفسهم بالمثلث الاول ونفسهم بالمثلث الثاني هذا جانب خلي طلع البيت واحد اذا طلعت البيت واحد هي نفسها الالفات مية المو صحيح؟ شنو المعلوم عندي هسه؟ المعلوم اول شي اللي معلوم عندي هي الالفة واحد معلومة هذي هذي الالفة واحد شبيها؟ معلومة حلو الهنان اوكي بعد تقول لو عندي اليو كان طلعت لي فد مسافة معينة هذي هاي المسافة المعينة صح لو لا؟ زين اليو منين اجيبها تفيدني بالحل اليو احنا مو قلنا ان اليو تساوي لي 2 باي n على 60 لان رفاليوشن بير منت في ال d على 2 احنا نطاني ال d هو ال d مين واضحة فمعناتها طبعا تقدر تختصر ال 2 و 2 صير باي n d على 60 اذا اليو شو تساوي لك 2 في ال باي في ال n اللي هي 18 الف هنا اتأكد معنى المعلومة 18 الف الف رفاليوشن بير منت على 60 في القطر اللي هو اجقاد 36 سنتمتر يعني 0.36 متر على 2 اذا تطلع اليو لو ما تطلع اذا تطلع اليو 339 0.29 متر على الثانية يرجى التأكد من الارقام بس انا اريد الارقام تتأكدوا المعدد كطريقة حل اوكي ماشي طلعنا هاي ديوية يعني طلعت المسافة منها المن الى هنا واضح الفكرة ان شاء الله جيد بعد شن اللي عندي بالسؤال منطيني معلومه منطيني بالسؤال قايل للأكسيال فيلوسيتي 180 معلوم بالسؤال السي اي 180 متر على الثانية لين قايل للأكسيال فيلوسيتي الأكسيال فيلوسيتي اذا الأكسيال فيلوسيتي تعدك يعني هاي معلومة صارت صح لو لا هذه تضربها فيتان الالفات تطيق هاي هذه مو صحيح تضربها المفروض فيتان البيتة اتشطيك هاي بس تان البيتة ما عندك المهم خليه طلع هاي هسه تقل ليش يسوي بها أقل لك yelling كنتمو تريد البيتة البيتة ما الساوي تان إنفيرس الفيدابليو على السي اي هسه السي اي عندك بقط بس الفيدابليو ما عندك لو عندك شاء طلعة البيتة الفيدابليو ما هي اليو ناقصا السي دابليو السي دابليو عندك راح تطلع من السي اي في تاني الالفا واحد طلعت اليو استوى كم طلحها طلعت السي دابليو طلعت الفي دابليو طلعت البيتا وخلص المطلوب الأول تقول من المثلث الأول شا تحصل تقول السي دابليو واحد تساوي لي السي اي تان الالفا من واحد ويساوي هذي مية وثمانين متر على الثانية تاني الخمسة وعشرين على اعتبار عندك زاوية الفا واحد إذن السي دابليو راح تطلع لو ما تطلع راح تطلع السي دابليو ثلاثة وثمانين بوينت تسعة ثلاثة خمسة متر على الثاني هاي سي دابليو من هو واحد جيد وين راح اوديها أقول أنا أريد البيتا واحد تقدر تقول تساوي لي تان ان فيرس المقابل على المجاور نعم من هو المقابل ما للبيتا هذا اللي هو اليو ناقصا منه ناقصا السي دابليو فهو يو ناقصا السي دابليو واحد علي من غير المقابل على المجاور المجاور هو السي اي إذن هستة طلعت البيتا واحد يعني كأنما هذا هذا شوف هذا تاني البيتا المقابل على المجاور المقابل من هو الفي دابليو واحد من هو الفي دابليو واحد يو ناقص السي دابليو هذا المقابل على المجاور اللي هو من هو السي اي إذن هس بيتا واحد تساوي لتان انفيرس اليو عندك تم طلحها قبل شوية 339.29 ناقصاً السيداب اليو اللي يستوق طلعتها 83.935 على السي اي اللي هي 180 حلو إذن شن المجهول راح تطلع البيتا تان انفيرس هذا الرقم والبيتا راح تطلع لك يا بيتا بيتا واحد 54.82 درجة وهي نفسها الألفة منو الألفة 2 خلص عندي المطلوب المنوة المطلوب الأول خلص عندي المطلوب الأول أتحول المن لحل المطلوب الثاني المطلوب الثاني اللي هو الفرع منوة بي المطلوب الثاني رايد الأم دوت ثابت الأم دوت رو في الفي مو صحيح في الأيريا الفيق النثابت شغلنا هي منية هي السي اكس يال سين اذا الامدوت شى الساوي شباب الرو هي الضغط عليمن على الار في الت في سي اي في الارية صح لولا جيد هس الامدوت بأي مكان اقدر اضلح اقدر اقول الواحد بواحد بشنوى وبواحد اذا الامدوت تساوي الار 287 تي واحد ما عندي بي واحد ما عندي الارية هي منية الارية هي منية خلنا نشوف الارية شون الصير لو تلاحظ احنا قلنا هاي الريشة هاذ الريشة وراكبة وين راكبة على الهب صح لولا زين راكبة على اليمان قلنا على الهب هاي المسافة من هي هاذ هي المسافة اتش المسافة منه اتش زين بعد الدي المطكي اياها المعدلة هاذي من معدل الريشة الى معدل الريشة هاذي هاي هي الشنوى هاذا هو الدي الريشة 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 ال الـ D تربيع ناقص D تربيع والـ D root يعني ناقص D hub يعني هذا القطر ناقص هذا القطر تطلع لهذه المنطقة الدائرية يعني متبع لها مناتبين دائرة ناقص دائرة لكن هسا ما عندك أقطار عندك طريقتين أما توجد الأقطار من خلال العلاقة بين الـ D mean والـ H يعني الـ H يساوي لك شنوه R N زائد الـ R out عفوا ناقص الـ R يعني R tip ناقص الـ R hub معادلة واحد إنه بالD مين هو عبارة عن يعني 2R زائدا 2R تب على 2 صحيح صارت معادلتين مجهولين تطلع الآرات فصير المساحة باي R تربيع تب ناقصا R تربيع الهب أو شي سوي تستخدم هذا القانون اللي شي يقول يقول البي في الD البي في الD مو صار محيط دائرة تضربه بالH صار عندك صار عندك هاي المساحة كاملة يعني هي دائرة بطن دائرة هذا الهب واته هذا شغلك فتقدر تقول البي دي صار محيط في الH هذا الH فصارت عندك هاي المساحة كاملة فتب كيف تستخدم هذه أسهل أو تريد تطلع الديات من خلال شنوه من خلال الH والD هذه أسهل الD عندك إش قد قيمتها بالنسبة للD خلصانة هي موجودة متوفرة 36 سنتمتر يعني 0.36 فيما يخص الH عندك هي 6 قال لك 6 سنتمتر يعني 0.06 هسك مشكلتك حتى تحسب الأمدوت فقط الB والT سمي لياها معادلة واحد ونروح ندور على الB واحد والشنوه والT واحد سهلة كل السنة تقول فيما يخص قائل لك الستاغنيشن تيمبرجر أندو برجر آت انتري 301 بار يعني 300 سيليزي كلفن قصدي وواحد بار هذن هاي تي نوت معطات بالسؤال ناقصا لو عندك السي واحد تربيع مقسمتها على 2 1 0 0 5 تطلع لك التي واحد مشكلتك وين هسه بالسي واحد تسمي لياها معادلة لاثنين أرجعلي على المثلث الألفة عندك لو لا يعدي 25 هذا عندك السي اي لو ما عندك عندك تقدر تقول السي ون يساوي السي اي تقسيم الكوساين يعني هذا المثلث هاي تصاير هذا مننا منه السي واحد هذا مننا منه والسي اي هاي الألفة هذا مو مثلث قائم الزاوية لو لا قائم الزاوية مو كأن ما تقول الوتر في كوساين الزاوية تقول بما انه السي اي اللي هو المجاور مو يساوي لك سي ون كوساين الزاوية الفا واحد لو لا عوفق من هاي مو تقدر تقول كوساين الألفا واحد هو المجاور على الوتر زيان زي انت تريده السواً؟ في وتطلع السواً هي عبارة عن السي اي مقسومة على كوساين الألفة واحدة السي واان انت تريده السي اي هي 180 معطات في السؤال كوساين الألفة واحد هي 25 درجة معطات في السؤال حصلت الأليم من ؟ حصلت على قيمة السي واان قيمة السي واان حصلنا عليها مقدارها 198. 608 متر لتحجيل نعوذها أنت أين الشباب ؟ في 2 منعوضتها في 2 إذن من معادلة 2 شراح أحصل راح أحصل على قيمة منوى التي واحد راح تطلع لقيمة التي واحد من بعد ما عوض السيون هنا اللي هي 198.608 تطلع التي واحد مقدارها 280.37 ستة شنوى كلفن طلعت التي واحد نعوضها وين في واحد نعوضها هنا محتاج فقط منوى وبعد بس البي وان ابنينة جيب البي وان أي أسهل منها ماكو تقول البي وان إلى البي او وان يساوي أنه التي وان إلى التي او وان أس قاما على قاما ناقصا واحد إذن البي واحد على البي او واحد اللي هو واحد بار يعني واحد في عشر أس خمسة حتى حوله للباسكال يساوي لي التي وان ميتين وثمانين بوينت ثلاثة سبعة ستة استوني حسبتها على التي او وان هي ثلاثمية هو مطين ياها بالسؤال القاما واحد بوينت أربعة على واحد بوينت أربعة ناقصا واحد يطلع البي واحد لو ما يطلع راح يطلع لي البي واحد بوينت سبعة ثمانية تسعة شنوى في عشر أس خمسة باسكال نعوضه في واحد من معادلة واحد إذن من معادلة شنوى واحد اللي هي هذه شنوى المجهولة بقى بها بي واحد حطلعتها والتي واحد عندي طلعت الأم دوت إذن الأم دوت تساوي أنه راح تطلع لنا الأم دوت قيمتها اهتعش بوينت تسعة كمانية ثمين كيلوغرام على السكند هذا هو المطلوب الثاني نتحول إلى المطلوب الثالث المطلوب الثالث قال لك أريد الباور يريد الباور الباور الشي يساوي الباور مو يساوي أنه الأم دوت في الشغل له لا في الورك الباور آني أريد الأم دوت ستون حسبته دعش بوينت تسعة ثمانية فيما يخص منه الورك الورك مو هو عبارة عن شنوى الورك الورك إنه أنا عندي قانونيا إلى القانونيا إلى شنوى واحد من عندهم هو اللمدة في اليو في السي اي في تان بيتا ناقصا شنوى تان بيتا لماذا تستخدم هذا القانون لأن هذا هو القانون الحقيقي فهو عبارة عن شنو اللمدة في اليو في السي اي طبعا هو كان في دلتا سي دابل يو بس السي دابل يو هسان لازم أطلع سي دابل يو واحد سي دابل يو اثنين ما طول البيتا ما طول البيتا وات عندك فتقول تان البيتا واحد ناقصا تان البيتا ثمين يعني هواي قوانين نحن طلعنا للشغل لكنه ياهل اللي تقدر تستخدمه حسب المتوفرات لم دا في اليو تقدر تقول في دلتا سي دابل يو يعني سي دابل يو واحد اثنين ناقص سي دابل يو واحد لكنه لأنه هسان متوفرة عندك السي اي متوفرة للبيتا تستخدم هذا مطيك كفاءة ميكانيكية بالسؤال نعم لازم تقسم على الكفاءة الميكانيكية لازم تقسم لأنه بطاق كفاءة ميكانيكية إذا ماكو فما تقسم عليها واضحة الفكرة إذن هس انت كل المعلومات متوفرة عندك ما عدا شنوة بس الباور راح تطلع كلها عندك اللم دا عندك واليو عندك والسي عندك البيتا وات عندك والكفاءة الميكانيكية عندك راح تطلع الباور اللي موجودة ستمية واربعة وثلاثين بوينت واحد تسعة اثنين شنوة كيلواط هذا بوينت هذا المطلوب الثالث وقالي شنوة المطلوب الرابع المطلوب الرابع شرايد رايد ذا لود ذا بليد لودنج كو اوفيشنت يريد البساي اللي هو بليد لودنج كو اوفيشنت أو نوباتي يسمونا تيمبرتشر دروب كو اوفيشنت سهل هو عبارة عن الشغل مقسوم على اليمن يعني الورك مقسوم على اليمن مقسوم على اليو تربيع على اثنين اللي هو كأنه ما ثنيين وورك على اليو مو صحيح هس الورك هو هذا اللي هو عبارة عن شنو اللمدا في اليو في السي اي تقدر تطلع من البداية تان بيتا واحد ناقصا تان البيتا اثنين على اليو تربيع عندك على اثنين تقدر تصعد الاثنين اللي هناك تطلع على البساي اللي عندك راح يطلع بوينت ثمانية ثمانية تسعة وقال مطلوب الأخير اللي هو مطلوب شنو اعتقد الأخير لو بعد اكو غيره هو الأخير اللي هو رايزة بليد لودينك كوفوشينت هاي قلناها اختلعناها يريد ذا براجر ريشو ديفلوب باي ذا ستيتر البراجر ريشو البراجر ريشو هو من هو هو البي او ثلاثة على البي او شنو واحد اللي قانون الشي يقول قانون يقول واحد زاهد كفاءة الستيت في طبعا في الورك في اليو مو صحيح في السي اي هذا كله وورك في تان البيتا واحد ناقص تان البيتا ثنيا على اليمن على التي او واحد كل شي موجود عندك مو صحيح كل شي متوفر عندك وراح تحصل على قيمة منوة قيمة البي او ثلاثة الى البي او منوة واحد راح يطلع لك واحد بوينت شنوة ستة صفر ثلاثة واضحة الفكرة لا واكو طرق اخرى لكنه احنا نقدر نطلع شنوة هذا البراجر ريشو بالنسبة المن بالنسبة للبي نوت خلي نطلع البراجر ريشو بالنسبة المن بالنسبة الى الستاتيك يعني بي ثلاثة المن الى البي واحد بي واحد ماشي يعني بالنسبة للبي واحد قلني ولو احنا ما نحتاج احنا هنا كلش كافي السؤال ليش نضيع وقت الخافي يخلص الفيديو واحنا ما مكملين هاي التفاصيل الزايد احنا هذا الحد هنا هو هذا يسمونها البراجر ريشو ويخلص عندي السؤال الثالث